اشتركوا في القناة وذلك في اطار الجهود المشتركة بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمجلس الاعلى للمرأة اليكم التفاصيل اشتركوا في القناة والحديث اكثر حول هذا الموضوع يسرنا ان ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور فيصل حماد الوكيل المساعد للتنفسية والمؤشرات الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مرحبا بك دكتور في النشرة الاقتصادية وفي البداية ما هي ابرز الجهود المشتركة بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمجلس الاعلى للمرأة التي عززت من حضور المرأة البحرانية اقتصاديا جزيل الشكر على السلافات بداية اود انتهز الفرصة تقدم لجزيل الشكر وتعزيل المجلس الاعلى للمرأة لجهودهم المدولة وتعاونهم الدائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني حيث نعتبر احنا المجلس الاعلى للمرأة شركة استراتيجية مهم في تنفيذ المهام والبرامج المشتركة الهادفة الى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة البحرانية ولعل اهم الجهود المشتركة بين وزارة المالية والمجلس الاعلى للمرأة اسمحوا رحول ترسيخ وتعميم مبادئ رصد الميزاليات المستجيبة لإحتياجات المرأة من خلال اصدار التعاميم والتعليمات بات العلاقة لمشأنها تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين ونعمل بشكل دوري مع المجلس الاعلى للمرأة بتحليل وبيان كافة المؤشرات الاقتصادية وبراز الإحصائيات المتعلقة بمشاركة المرأة البحرانية في سوق العمل والاقتصاد مما يقدم لمسؤولين قراءة واضحة للمتغيرات على المستويات ومساوية التقدم وساعدهم أيضا في اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة أيضا نقوم معهم بعمل مشترك أيضا في إعداد دراسات الفجوة وتحليلات تتعرف على أبرز التحديات التي تواجه المرأة ودائما تترجم هذه الجهود في وضع مختلف المبادرات التحسينية وتنفيذها على كافة الأصعدة الأمر الذي أثر إيجابيا في تحسين تصنيفات مملكة البحرين في مؤشرات التقارير التنفسية الدولية لتقيس التشريعات والأنظمة الداعمة لمشاركة المرأة الاقتصادية ولعل كمثال على هذه المشاركة تقرير المرأة وأنشطة الأموال وقانون الصدراء على الملك الدولي لإقيس مستوى التقدم لأحرفة مملكة البحرين في السنوات قليلة فقط في إبراز دور المرأة في الاقتصاد بالتأكيد الدكتور فيصل حماد الوكيل المساعد للتنفسية والمؤشرات الاقتصادية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني شكرا جزيلا لك والآن نترككم عداء الأسواق المالية الخليجية أعلنت شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية استراتيجياتها لعام 2024 والتي تستهدف تعزيز قطاع تكنولوجيا المالية والانطلاق به نحو أفاق جديدة ففي أعقاب استحواذ شركة بنفت على شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في شهر سبتمبر الماضي تمضي الشركة قدما أحوى حداث نقلة واسعة في قطاع تكنولوجيا المالية في البحرين والمنطقة وسوف تقدم شركة الخليج البحرين للتكنولوجيا المالية الدعم لشركة بنفت في إطلاق مبادرات للأبحاث والتطوير ويشمل ذلك تقارير خاصة بقطاعات معينة وأبحاث متعمقة وبرامج تسريع الأعمال وتشجيع الابتكار على نطاق المملكة كما ستقوم أيضا بإنشاء أكاديمية عالمية المستوى للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع معهد أكاديمي دولي معروف لتقديم برامج ودورات متخصصة في الدكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وريادة الأعمال وغيرها من الموضوعات السائدة أعلنت شركة مزاد أحد الشركات المدرجة تحت مضلة شركة ممتلكات البحرين القابضة عن طرح مشروع بيع وتفكيك محطات توليد الكهرباء القديمة التابعة لشركة ألمنيوم البحرين ألبا في المزاد العلني عبر منصات شركة مزاد الإلكترونية ومن المقرر أن يبدأ المزاد بقيمة مليون دينار بحريني لينتهي في السابع من فبراير 2024 وقد جاء طرح هذا المزاد بعد اتفاقية تعاون جمعات بين الجانبين حيث تم تكلف شركة مزاد بمهمة طرح هذا المشروع رقميا عبر منصاتها الإلكترونية ويشار إلى أن المحطات القديمة التابعة لشركة ألبا تشتمل على العديد من المعدات بما في ذلك توربينات بخارية وغازية مع مولداتها وملحقاتها وأنظمة تبريد وعدد من المحاولات والمفاتيح والكابلات الكهربائية والمعدات الأخرى بالإضافة إلى قطع غيار بعداد كبيرة وسيتكفل المشتري بمسؤولية تفكيك جميع المعدات والهياكل المحددة للبيع وتنظيف الموقع بعد عملية الهدم وإزالة جميع المواد إلى جانب توفير الأدوات والآلات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر